اتكلم في البداية عن التنمية اللي الحكومة وجهتها ورئيس عبدالفتاح السيسي وجهها في السعيد حضرتك رؤيتك ليها ايه؟ انا شايف ان السعيد فيه بزات نسبية كبيرة جدا اول حاجة ما فيش منتج عقاري زي اللي بتشوفه في القاهرة العاصمة الادارية شرق او غرب القاهرة وبالتالي ناس كتير قوم السعيد علشان عايزة المنتج المتميز ده هو السعيد بيجوا يشتروا في القاهرة يعني عشان منتج عقاري السعيد مفهش مش مفهش الديفولومنت فيها ضعيف جدا وبالتالي الحكومة ابتدت تدني ميزات نسبية اولا سعر الارض هناك بدأت تمنح الاراضي بسعر مناسب عشان تجذب الشركات في خلال سنتين من بعد الحكومة ما بدأت توفر اراضي للشركات العقارية النهاردة انا فيها شركة كبيرة جدا بتعمل مشروع كبير المينيا فيها شركتين بشغالين اصيوت فيها 3 ا4 شركات سهاج فيها شركتين او 3 شركات واصوان جميلة دلوقتي واصوان بس يمكن لسه ما فيش مطورين كبار شركات خاصة ابتدت تعمل ولكن متركز في سهاج واصيوت لانه سهاج واصيوت برضو بتعتبر من مدن السعيد اللي فيها قوش رائية شوية وبالتالي ولكن ما عندهش منتج عقاري يعني ما فيش بيش هتلاقي كنباوند في اللازل اللي انت بتشوفيه شرق او غرب القاهرة او ما فيش كنباوند حتى لو امارات او واحدة سكانية بخدمات فيها سيكورتي فيها لندسكيب فيها كلاب هاوس يعني الخدمات دي كلها مش موودة ده برضو الخدمات التجارية ما عندهمش مولات الناس محتاجة دهنك بالتأكيد بصي طالما فيه بشر طالما فيه بشر صحيح وفيه زيادة سكانية يبقى انا محتاج خدمات الفكرة الاحتياج للخدمات في زيادة سكانية هتلاقيها مطلوبة على طول وفاري الخدمات وهتلاقي انا تصوري لا هتلاقي سوء كويس يعني انت خلاق النيد ان النهار ده المنتج اعكار انه يتعمل